أعملت ذنب معين ومش عارف أتوب منه إزاي فيه ذنب معين أنا متعود عليه في حياتي ومش عارف أتخلص منه أو كل ما توب وأرجع لربنا سبحانه وتعالى أغلط نفس الغلطة مرة تانية أول حاجة لازم تعرف أن ما فيش أي إنسان على وجه الأرض معصوم وأن العصمة دي دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما تاخدش الكلام ده أنه دافع ليك ومبرر ليك أنك تغلط وتستمر في الغلط بدافع أن أنت مش معصوم من الخطأ خذ الكلام ده دافع ليك أنه ما تيقسش من رحمة ربنا سبحانه وتعالى خذ الكلام ده دافع ليك أن كل ما تقع في الذنب تقوم وترجع إلى الله سبحانه وتعالى والله عز وجل سيقبلك وسيقبل منك توبتك وسيرحمك ويغفر لك بمشيئة منه سبحانه وتعالى الذنب ده الإنسان يجد أثر في حياته في سوء توفيق يجد أثر في حياته في قلة الرزق يجد الأثر في الحياة في الهم وفي الحزن الذي قد يصيب الإنسان بسبب ذنب معين يصر عليه ويفعله وهو يجاهر بهذا الذنب وده فرق مهم جدا بين إنسان بيغلط وهو عارف أنه غلط وعارف أنه أخطأ في حق الله سبحانه وتعالى ويريد أن يتوب وبين إنسان آخر يفعل الذنب ويجاهر بالذنب ويفعل الأمر كبرا وعنادا لله سبحانه وتعالى إنسان لو فعل الذنب بهذا القصد وفعل وفهم هذا الأمر إن الذنب ده خطيئة وأتوب منها لله سبحانه وتعالى وأرجع من هذا الذنب لا شك إن الله سبحانه وتعالى كما طلب مني إن أدعوه وعدني بالجواب لكن دوما حينما تذنب حط قدامك إن الذنب ده في حق الله سبحانه وتعالى ما تبصش لعظم الذنب لكن انظر إلى عظم الله سبحانه وتعالى الذي تخطئ في حقه والذي تعصاه عز وجل الذنب ده أي أن كان هو أي وأي أن كان الحاجة اللي أنت متعود عليها كل إنسان فينا عنده خطأ فعله في حياته وكل إنسان عارف السبب اللي وصله للذنب ده وللغلط ده علشان تتوب من الذنب ده لازم تعرف الأول السبب اللي وصلك للحاجة دي وتنهي السبب ده تماما علشان تتوب من الذنب ده لازم تستعين وتتبرأ من كل حول منك ومن قدرتك ومن قوتك وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته وقدرته تبرأ من كل ذلك والجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينك على ترك هذا الذنب وأن يعينك على إنك لا تفعل هذا الأمر مرة ثانية وأن يثبتك على التوبة التي تبتهى وهذا الاستغفار الذي تدوم عليه والذي به يحفظك الله عز وجل من هذا الذنب إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى واسأل الله سبحانه وتعالى أن يكره في قلبك حب هذا الذنب لأن بطبيعة الحال الذنب ده له شهوة في نفوس الناس الذنب بطبيعة الحال له متعة ولذة في نفوس الناس لكن لها لذة مؤقتة لذلك أحد الصالحين يقول كم من لذة ذهبت أو كم من شهوة ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتها يعني السيئة كتبت في صحيفة الأعمال لذلك الله سبحانه وتعالى في قرآنه يصف عباده المؤمنين بأنهم يدعون الله عز وجل أن يحبب إليهم الإيمان وأن يكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان فنسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء حديث أخير نختم بهذا الكلام والذي حكاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الإنسان يداوم على الذنب ويداوم على التوبة لله سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام حديث عن رب العزة جل وعلا يقول الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا ثم قال اللهم اغفر لي قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الزنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي ثم عاد وأذنب مرة ثانية فقال نفس الدعاء اللهم اغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الزنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي ثم عاد مرة ثالثة وفعل نفس الزنب مرة ثالثة ودعى بنفس الدعاء فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء فليفعل ما شاء مش معناها أنك تفعل أي ذنب تريده لكن هذا الأمر فيه ترغيب في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي مغفرة الله عز وجل لا تيأس من ذلك أيا كان ذنبك وأيا كانت معصيتك إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى سيحفظك من كل ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا أجمعين وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها ما ظهر منها وما بطن سرها وعلى نيتها اللهم أمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته